أذكار يوم الجمعة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يوم الجمعة يوم عظيم عند الله تعالى وقد خص الله المسلمين بهذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي وفرض فيه صلاة الجمعة وخطبتها وأمر بالسعي إليها جمعاً لقلوبهم وتوحيداً لكلمتهم وتعليماً لجاهلهم وتنبيهاً لغافلهم ورداً لشاردهم كما حرم فيه الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن التوجه إلى صلاة الجمعة عند الدعوة إليها فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع وفيها الساعة المباركة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها رواه البخاري ومسلم فعلينا الاشتغال بأصناف القربات والتزود بالتقوى والنوافل والأذكار والدعوات والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ويستحب تفريغ القلب من الشواغل الدنيوية والاشتغال بالتوبة والاستغفار والذكر والتسبيح وقراءة القرآن وخصوصاً سورة الكهف فقد ورد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه البيهقي في السنن فيوم الجمعة يوم عظيم من أيام الله تعالى فيه بركات ونفحات ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تغفلوا عنها فإذا انقضت صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض فصل الأرحام وعودوا المرضى واذكروا الله قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون